البداية من لبنان للأسف لم يتبقى لللبنانيين أمل في التداول بالليرة اللبنانية بعد تراجعها في السوق السوداء إلى مستوى غير مسبوق عند مائة ألف ليرة للدولار بعدما كان سعر الصرف الرسمي قد تم تحديده عند مستوى خمسة عشر ألفا الشهر الماضي فقط تراجع الليرة اللبنانية يأتي بسبب زيادة الطلب على الدولار في ظل استمرار الحاجة إلى النقد الأجنبي يتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة أدت إلى توقف المصارف عن تزويد المدعين بأموالهم مشاهدين هذه التحولات الاقتصادية التي ترأت على العملة اللبنانية ستضيق الخناق بالتأكيد على الطبقة الفقيرة والمتوسطة في البلاد خصوصا بعد قرار السلطات تسعير سلع المحال التجارية بالدولار إزاء التراجع السريح في قيمة العملة المحلية التراجع غير المسبوق للليرة اللبنانية أثار موجة غضب عبر منصات التواصل الاجتماعي المشاطاء بالتأكيد يحملون المسؤولية للطبقة السياسية المتحكمة في البلاد بينما يطالب آخرون بملاحقة الفاسدين والسرداد أموال اللبنانيين حسب وصفهم المخرج المسرحي لوسيان بورجيلي عاز أسباب الانهيار الجديد في سعر الليرة اللبنانية إلى عدم محاسبة المسؤولين والمتورطين في انهيار الاقتصاد اللبناني حسب تعبيره في حين اقترح الخبير المالي أنطوني مكرون حلا لمعالجة الأزمة الاقتصادية وهو محاسبة وحز أموالي وممتلكات جميع الفاسدين حسب تغريدته نختم بتغريدة فاطمة عبدالله التي تأسفت على مآلات انهيار العملة وأثرها على المواطن اللبناني وقالت مؤلمة جدا الحالة التي وصلنا إليها كان الله في عون الفقراء حسب تعبيرها الله يكون في عون الجميع فعلا إلى قصة أخرى